أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أو لياؤهم طاغتوا يخرجونهم من النور إلى ظلمات أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي وَأُمِيتُ قال إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ والله لا يهدل قوم الظالمين والله لا يهدل قوم الظالمين والله لا يهدل قوم الظالمين أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَوْيَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى حِمَاذِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِينِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِلِّ يَطُمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَاخُدْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْبِ هُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جِعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْ هُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دُعُهُنَّ يَتِينَ كَسَعْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مثال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثال حبه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثال حبت أنبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبه والله يضاعف لمن يجاء والله واسع عزيزهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنَّ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْ رُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتِرْبَعُهَا أَلَا قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتِرْبَعُهَا أَذَا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبَقِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَاكَ الَّذِينَ يُنْفِقُ بِالْمَنِّ وَالْأَذَاكَ الَّذِينَ يُنْفِقُ مَالَهُ رِعَاءَ الْنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَالِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِلْ قَوْمَ الْكَافِرِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِلْ قَوْمَ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ